بيان هذا البيان يخصني الآن من عند شخصية رتبة عالية في الأمن الموريتاني والله في الجيش الموريتاني ويقول بيان تيار الحكم الذاتي لشمال موريتانيا ضمن موريتانيا موحدة نعلن دعوتنا نحن الموقعون على هذا البيان التأسيسي لحكم ذاتي لشمال موريتانيا بولاياته الخمسة تقانت انشيري آدرار تيرس الزمور داخل تنواذبو مع التمسك الكامل الصارم بالجمهورية الإسلامية الموريتانية وحدة وطنية ولحمة مجتمعية وحوزة ترابية وهوية حضارية جامعة أساسها الإسلام ولغة القرآن مع الاعتراف بلغاتنا الوطنية وتنوعنا الثقافي الثري الواعي وتأتي هذه الدعوة تناغما مع الدعوات الدولية والمواثيق العالمية المصادقة عليها والمكرسة لحقوق وأولوية السكان الأصليين في الاستفادة من خيرات بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ذاك الكاتب الصحفي عبد الفتاح والعبيد من اسطنبول أنا هنا الخلطة في الرأي العام المطني والرأي العام الإقليمي والمغاربي والدولي لكن أعلي لكم إعلان تاريخي وما قال لي خالق الله هو خالق الله هو من ذرك اللورة خالق الله هو وما قال لي نختاري نقول لكم بأنه لا رجعت عنهم ما نتراجع عنهم قيدة الملأ باختصار نحن للشماد وأنا في الحقيقة هنا نعبر عن راسي يغير نختاري للشماد يتبنى وكاملين ذا هذا الرأي وهذا التوجه السياسي نطالبين بدلين نقال للحكم الذاتي المنطقة الشمالية كاملة الولايات الخمس تقانت وينشيري وادراء وتير الزمور ودخلت نواذيبو بيهد الرأي العام الوطني الأمني وموريتان والرأي العام الإعلامي والسياسي والتوجه العام داخل داخل الأوساط اللي محسوبة على اللي قال الجمهورية الإسلامية الموريتانية قالوا بأننا للشمال أقلية ولا عندنا أي قيمة من ناحية انتخابية وهذا قالوا بلسان الحالي والمقالي ولا هم أعاطينا أي اهتمام وأرضنا مالسين فيها السياسة الأرض المحروقة فيها الشمالية وفهم الخيرات تقبلوا خيراتها انتم وهم الموريتان الأخرين ولا يقال رفيكم ولاكم معترفين بهرهم ولاكم أعاطيهم وقابلهم قيمة معنوية ولا قيمة سياسية ولا قيمة مرموسة أركاتينا نحن مقالبين بالتمسك التمسك الصارم والمبدعي والأخلاقي والسياسي بدل إن قالوا الوحدة الوطنية وبقاء الجمهورية الإسلامية الموريتانية وموحدة إلى الأبد بجميع ولاياتها وبجميع مكوناتها وبجميع تنوعها ومعتزين بهوية الحضارية الإسلامية ومعتزين بتنوعها الثقافي واللغوي والأثني والمصلحي يا غير على أساس المؤشرات القوجة في عدم إمكانية التعايش بين الولايات الشمالية اللي عندها طابع خاص من قد القلال الكرام وقليل ومن قد الخلطعات عندهم من المردلين قالها الديمقراطية والزرق وحلمها أن ياسرين موضوعيا من قد القلال الكاريتين زاكي من قد مثلا كم عدوما نياسرين من قد النوعية زاكي وهما القائمة علينا البدل قائمة علينا من قد تأسيسنا الكطار الخاص قائمة علينا من قد رجالتنا اللي في الحقيقة يعدل اللي شي صالح فقط لأحيان الشميع الميادين فهم ولا يعدل شي خاسر إلا ما ندر ولكل يقوم السوفهاء وقائم عليها من قد ذي قاد الاقتصادي ومن قد بركة أرضنا اللي ما يمرق منها ما هو معدن أصفر والله بيض والله زرق ثم ومناخنا جيد وواحاتنا وحيواننا ومياهنا المعدنية وثرواتنا السمكية وغيرها أركتيا حكموا يديكم عن ذلك نقال وثرواتنا ومطالبين بحكم ذاتي بحكم ذاتي وبحوار استعجالي من أجل إقرار الحكم الذاتي للمنطقة الشمالية لهذه الولايات الخمسة للقرط ولا تلا حد يدخل النبا بتأشرة مات لحد منقطب يدخل ولا حد لا يديطن ولا حد لا يوكل حوت محوت مواذب ولا حد لا يوظف ذي كل أرض من الملتان الأخرين ما هو عن طريق تأشرة وعن طريق ورسوم وعن طريق دفع ولا حدنا لا يشاركه في الحكومة المركزية نشاركه كما يلي على ضوء الدستور والمطيات وراجعات الدستورية لن يقال الوظيفة وزارة الأولى منين نعود حد مننا ما هو في الرئاسة تعود عندنا وبحكم المقايضة عن أرضنا وخيرات أرضنا بشكل احنا ما ندد نعوده أرضنا فيها من الخيرات وتوكلوه ومنين نعود زمن الصيف نتلاوه مثلا نصيروا على زروتكم الحيوانية المباركة وشيخنا براكزانب الشخص ما سيد وولو دايرنا على السرحة المنتجات الرعوية وفي المقابل ما عدنا أجل قيمة سياسية وخلقنا خالي وأطار ما فيه شيء ونواذيب وخلق وعادوا مضيعهم وكذلك الآن فصاعدا مطالبين بحوار دستوري استعجالي ومراجعة دستورية استعجالية من منطقة الشمال تقاند وادراء منشيري داقة تنواذيبو هذه وطير الزمور هذه الولاية الشمالية تعود تتمتع بحكم ذاتي مقرر في الدستور الموريتاني ومتمسكين بالجمهورية الإسلامية الموريتانية والوحدة البطنية والحوزة الترابية ومعترفين بنا جزء من البلد يا غير في الحقيقة نتيجة العدم القدرة على التعايش اللي ما هو على حساب حد و نتيجة تضحياتنا لذلك الفاتم الستين سنة من تاريخ موريتانية لا ضحينا لكن ذلك لذلك عدلوا لو لا مننا رأيي والله هنا وذلك يا عادين قال لنا بشكل صريح حكمت موريتان حكا نحن إذا حكمناها بسبب معطيات قدرية جاءوا واحدين هذا ما يحسب على الشعب والشعب ما تحسب عليه نتائج لنظيمة لا إيجابياتها ما تحسب لكاد هو لا سلبياتها لنظيمة وحدها وفنواقشو ومفرازات معينة واحداث وأقدار معينة وتخلوا حد لأركياتيها مني عدتوا هامكم ولي وإحنا وداياتنا ضائعة وتدخلوا شورنا ما 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 وفنواقشو في فيسبوك وصالتكم الأمليجو وتأمروا علينا بشكل صريح إلى الضباطنا وعلى أطرنا وعلى رجال أعمالنا وعلى مواطنين وعلى شعبنا الضعية في الشمال لأركياتيها نطالب بإلحاح بهذه المعطيات وهذه المراجعة الدستورية الاستعجالية مع التمسك بالصارم بالوحدة الوطنية والهوية الموريتانية والخلفية الحضارية الإسلامية الجامعة والسلام عليكم ورحمة الله الكاتب الصحفي عبد الفتاح والعبيد المهتم بالشامل الرئاسي في أفق ألفين ورمع عشرين